أحبائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أقوال النبوة واللي بيتابع برنامجنا عارف إن ده برنامج دراسي بندرس فيه كلمة الله يعني برنامج مش برنامج سياسي ولا برنامج تسقيفي ولا برنامج تاريخي إحنا بندرس كلمة الله وأحياناً وإحنا بندرس كلمة الله بنتعرض لقضايا سياسية تاريخية جغرافية لغوية أي حاجة تساعدني إن أنا أفهم كلمة الله أفضل أنا برحب بيها على طول طيب النهاردة بندرس مع بعض نبوة عن بلاد العرب إحنا أعتقد قبل كده مرة كنا درسنا أشعية 21 في نبوة مهمة جداً بتكمل نبوة أشعية 21 ولكن هي نبوة برضو مستقلة يعني اللي عايز يدرسها لوحدها يجوز يعني ده مش جزء تاني يعني كل حلقة مستقلة طيب إحنا هندرس نبوة في أرمية 49 بالتحديد من عدد 28 وهي نبوة كبيرة شوية لكن من جزئين فكل جزء هناخده في حلقة برضو بشكل مستقل أنا عايز أقول لكم بس في البداية كده يعني العرب بيؤمنوا إن إن إحنا مش عرب علشان يجيب من آخر يعني بيفرقوا بين العرب العاربة وهم العرب يعني الأصليين لكن زي ما ابن خلدون بيقول في كتاب المقدمة بتاعته فيه نوع اسمه العرب المستعجمة والعرب المستعجمة هم إحنا زي المصريين زي الأردنيين زي التونسيين زي العراقيين دول من وجهة نظر العرب دول ليسوا عربا الكلام ده على فكرة موجود كتبه ابن خلدون وكتبه في كتاب مهم جدا اسمه العبر وديوان المبتدأ والخبر في الجزء الثاني صفحة 46 طبعته مؤسسة جمال للطباعة والنشر في بيروت علشان بس أحسن حد يفكر إن أنا بخترع يعني ومفكرين إسلاميين كتير قالوا الكلام ده المسعودي مثلا كتب عن الموضوع ده في كتاب مروج الزهب أو مروج الزهب ومعادل الجوهر في الجزء الأول في صفحة 262 اللي عايز يرجع المهم فإحنا في النبوة دي مش بنتكلم عن كل من يسمى في العالم العربي بنتكلم عن العرب الأصليين اللي هم مين اللي هم شبه الجزيرة العربية طيب النبوة بتقول إيه بتقول عن قيدار قيدار كنا جبنا سيرتها في النبوة اللي فاتت وما قلناش مين هم قيدار قلنا هنأجلها لأنها ما كانتش لها أهمية كبيرة في النبوة الأولى لكن هنا بقى هندرس بالتفصيل يعني عن قيدار وعن حاجة تانية وعن ممالك حصور إذن النبوة اللي احنا بندرسها النهاردة عن أساسا عن قيدار وعن ممالك حصور التي ضربها نبوه خزنصر ملك بابل هكذا قال الرب قوموا اصعدوا إلى قيدار اخربوا بني المشرق بني المشرق دي كل شيء في الجزيرة العربية يعني في الكتاب وهنقول الكلام دي بعد شوية بني المشرق يعني العرب يعني يأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شطاقهم وكل آنيتهم وجمالهم وينادون إليهم الخوف من كل جانب هنكتفي بكده يعني هنكتفي بعد الثمانية وعشرين وتسعة وعشرين تلاتين بقى هنبنى أخذوا في مرة تاني لأنها نبوة كبيرة شوية في أرمياء إصحاح تسعة واربعين طيب هنحكي الحكاية يما احنا لازم نحكي الحكاية احنا المرة اللي فاتت قلنا في أشعية واحد وعشرين إن في ضربة هتيجي من الشرق غالبا من إيران هي الوحيدة اللي في الشرق هتضرب بلاد الخليج اللي هم الددانيين وخدنا وقت كبير في منهم إزاي الددانيين هم الخليجة اللي هم الكويت والإمارات وقطر والبحرين ودول هيهربوا وجزء هيروح اليمن وجزء هيحاول يهرب ناحية مصر وأهل تيماء هيطلعوا لهم في السكة يقدموا لهم أكل وشرب وقدار اللي هي ترمز إلى كل السعودية يفنى كل مجدها فالمرة اللي فاتت تكلمنا عن الددانيين أو قبيل الددان وتكلمنا عن تيماء اللي هي منطقة تابوك حاليا حاليا هي منطقة تابوك تيماء وفيها محافظة اسمها محافظة تيماء ده حقيقة يعني جغرافية وتكلمنا عن الوعر اللي هو اليمن الوعر اللي هو اليمن النهاردة هنضيف بقى هنعرف قدار بالتفصيل وهنعرف حصور وهنعرف بني المشرق طيب نروح للنبوة مباشرة لأنه عندنا كلام كتير وكلام مهم جدا عايزين نقوله يقول كده عن قدار وعن ممالك حصور النبوة بتركز هنا عن قدار عن قدار وعن حصور وإن كانت خدار وحصور لوحدهم كده يمثلوا السعودية كلها لو حضراتكم فاكرين كنا أشارنا مرة وهذه خريطة السعودية قدامنا السعودية تلت قطاعات بطول كده فيه المنطقة الشرقية ودي على فكرة منطقة إدارية كاملة ودي منطقة مهملة عايشين فيها الشيعة والحقيقة أنها مهملة يعني حتى في معدلات التنمية مهملة وفيه المنطقة الغربية اللي بيسموها أرض الحجاز ودي منطقة دينية ليه دينية؟ فيها مكة والمدينة وحتى الأجانب ما بيدخلوهاش يعني ممنوع أن حد مننا يدخلها وفيه المنطقة اللي في الوسط اللي هي في قلبها الرياض العاصمة وفيها القصيم وفيها شوية ودي سرحان وودي الجوف اللي هي قدار يعني دي المنطقة اللي فيها كل مجد السعودية وقدار هي السعودية كلها وهي المنطقة دي وفعلا العاصمة جات من المنطقة دي تحتها يعني الرياض تحت قدار تمام؟ طيب النبوة بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا على قدار قدار ده اللي هو في الأصل يعني ابن اسماعيل يعني في تكوين 25 عارفنا وإحنا بنتكلم عن الأباء المؤسسين للعرب قبل كده إن أحد أولاده اسمه قدار 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 ودي كلمة مهمة لأنها بتعبر عن كل العرب اللي فيش في الجزيرة العربية غير إنها قبيلة مهمة جدا قدار دي كلمة عبرية معناها إيه؟ معناها اسود أو داكن أو حداد وهي هي نفس الكلمة العربي قدر يعني قدر وقدر لأن العبري إداله إزال واحد فهي نفسها كلمة قدر العربية لما ككلمات سامية الأصلية فقدار كانت عارفين في آية في سفر النشيد أنا سوداء وجميلة كخيام قدار خيام قدار لأن خيام قدار كانت دايما من فوق تبالونها إسود من الجلد الإسود دا زمان يعني فالكلمة بتعني إسود وبتعني الكلام دي ودول دي كانت قبيلة عظيمة جدا يعني ابن إسماعيل إحنا قلنا قبل كده إن أولاد إسماعيل نزلوا واستوطنوا شبه الجزيرة العربية قدار كان أول واحد نزل وأخذ الحتة الشمالية دي اللي فوق اللي هي تحت الأردن وبتمتد كده يعني يمينه شمال شوية تمام؟ قدار دي زمان كانت مملكة عظيمة مستقلة وفي السعودية عارفين الكلام ده السعوديين على فكرة ما بيحبوش تاريخهم القديم لإنه بيفكرهم النازع الديني الإسلامي قوي جدا فهم فاكرين إن كل ما هو تاريخ قديم دا جاهلية وجاهلية يعني ضد الإسلام طبعا الكلام بس نشكر ربنا حاليا في ناس كتير بدأوا يدرسوا بدأت في أقسام في الجامعات ويا رب يسمحوا بقى العلماء الآثار ييجوا وينقبوا وينكتشف لإنهما منعين الحاجات دي المهم مملكة قدار في الشمال دي كانوا عاملين مملكة كبيرة وكان ليهم عاصمة كان اسمها مملكة أدوماتو ولغاية دلوقتي اللي روح السعودية يلاقيوا مثلا في در نشر اسمها در نشر أدوماتو إيه أدوماتو دي أدوماتو دي مملكة قدار كان اسمها في فترة معينة والعاصمة بتاعتها كانت اسمها مدينة أدوماتو فكان في مملكة زمان كان والمملكة دي بدأت وكانت بتحتل على فكرة مساحة كبيرة جدا يعني كان بتحتل كل منطقة الجوف اللي يعرف في جغرافية السعودية ومنطقة ودي سرحان بتمشي لغاية القصيم يعني لغاية حدود الرياض حاليا العاصمة يعني من فوق من الحدود الأردنية لغاية الرياض مساحة كبيرة جدا طبعا وكان غربها تابوك اللي هي كانت اسمها ايه زمان؟ تايماء حاليا تابوك طيب حنعرف اسماء تاني وتبدأ الأمور دي تتفك قدامنا عشان نفهم الكتاب احنا مش بنذاكر جغرافيا هاني وكانت موجودة من أيام الأشوريين يعني تغلس في لسر كان يعرف مملكة قدار دي سنة 600 قبل الميلاد وفي الأصار الأشورية نقدر نقرأ قدره قدره موجودة كلمة كده اللي هي القداريين موجودة بالنقش الأشوري اذا هي دي قمة ان هي انا ليه عمالة اتكلم عنها لان هو ده عمق السعودية التاريخي او عمق شب الجزيرة العربية الحضاري ده حاجة مهمة جدا لان دي مدينة تمثل شبه الجزيرة العربية كلها على الأقل من ناحية التاريخ والحضارة والعبة والقدم يعني تمام حصور ده بقى موضوع تاني مهم جدا وانا هقف عند حصور شوية دلوقتي وان كانت النبوة عن حصور هي بتاعة المرة اللي جاية لكن حصور دي مهم ليه تعالوا نبدأ من الأول احنا عندنا قرية صغيرة في أرض كنعان اسمها حصور بعض العلماء بيقولوا انهم قريتين مش مهم يعني بس لهم في نفس المكان في منطقة أرض كنعان مش في شبه الجزيرة العربية لا في أرض كنعان في اسرائيل قديما طبعا هل هي دي حصور؟ لا مش هي دي حصور يبقى دي نقطة أساسية نعم في قرية أخرى اسمها حصور في أرض كنعان مش هي اللي بنتكلم عنها دلوقتي ودي على فكرة نعرى عنها في صفر يشوع يشوع 12 ونعرى عنها في صفر القضاء وصفر سامويل الأول وفي صفر الملوك يعني الملوك التاني بيتكلم عنها صح 15 عن حصور دي ملاقاش دعوة بالكلام ده خالص يعني فيش حد يدخل كده على قموس الكتاب فيقول حصور فيقول أهي هي مدينة في كذا وعلى فكرة في مفسرين غلطوا الغلطة دي لأ دي مكان تاني اسمه بيتشابه معهم جميل جدا حصور دي طيب اللي في شبه الجزيرة العربية فين أقول لكم بصراحة مش مفيش بلد اسمها حصور يعني لازم أحيانا نخضع للحقيقة لأن الله هو الحق يعني أنا هو يعني إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا فلازم نخضع للحقيقة وليس النظرية نخضع للحقيقة العلمية لا توجد بلد في شبه الجزيرة العربية بالدول السابعة بتاعتها اسمها حصور وقعد سدها حد يقول لكم أن الكويت هي حصور ده مش حقيقي فيش أي علاقة على الإطلاق بين الكويت وبين حصور قديما ولا أثريا ولا أي معلومة ده حد كده فتا وخلاص طيب يعني مفيش لا مفيش طيب والحل إيه يعني النبوة بتكلم عن حصور آه ماشي مدينة بوة يعني إيه نبوة يعني لازم ده ده كلود ده إشارة ده رمز يعني نعرفه إزاي نعرفه إن إحنا ندرسه من حيث اللغة لو ما فدناش نشوف القرينة لو ما فدناش نشوف السياق دي كلها قواعد تفسير النبوات ودي مش أول مرة نلاقي الكتاب بيتكلم على حاجة يقصد بيها معلومة لو كان قالها ساعتها محدش كان يفهمها لأنها حصلت بعدها بكتير آه حصور ما هياش بلد معينة يعني يعني اللي بيدور على بلد اسمها حصور هيغلط مش هيلاقي يعني هيقول على أي بلد وخلاص ما لقيه بقى كلمة حصور نرجع بقى وعلى فكرة علماء العرب قالوا إن ما فيش بلد اسمها حصور يعني آه في بعض بعض العلماء قالوا إن حصور دي هي حضور اللي هي مملكة حضور في اليمن التي قامت سنة طبعا ده مش صحيح على الإطلاق والاتنين اللي هم أصل مختلف ودكتور جواد علي المفكر العظيم في الكتاب بتاعه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في المجلد الأول صفحة 351 كتب كده قال داتا زييف حضور أو مملكة حضور أو حضور اللي قامت في اليمن ما لهاش دعوة بحصور التي ذكرت في العهد القديم كتب كده بالحرف وقال إن اللي بيحاول يدور على أي بلد ويلزقها بسبب التشابه ده بيزيف معلومات وفي الحقيقة يعني هو راجل عالم وأنا بحترمه واللي قاله صح طيب يبقى لازم نروح بقى للنبوة بقى يعني نروحها بطريقة نبوية مش بطريقة تاريخية كلمة حصور نرجع بقى لكلمة حصور الكلمة نفسها مش ندور على بلد اسمها حصور الكتاب بيقول أنا هضرب الحصور ما هو الحصور كلمة حصور بالعبري يعني القرية يعني عارفين كلمة الحضر 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 في العبري زي بالعربي الحضر هو أي قرية تتبني مش في خيام البادية لرحل يعني كلمة حضر مش معناها مدينة ده حالية بلد اسمها مدينة زمان كانوا بدوا رحل يعني رحل النهاردة عايشين هنا بكرة هنا لو في مجموعة منهم بقى بانوا بيوت واستقروا يبدأ اسمه حضر ليه حضر لأنه عملوا قرية تمام العلمة أوريجانوس وبيفصل الآية دي قال أن حصور المقصود بها قصر كبير مبنى كبير هو طبعا لأن الساحة الخارجية الخيمة الاجتماع كان اسمها برضو الحصور ليه لأنها مكان ثابت تمام ولكن المعنى الأصل بتاعها هي القرية مجتمع بيتبني للسكن وفي القموس يعني لو حطيته كلمة حزور العبري في القموس هيطلع لك كده القرية ده معنى إيه؟ معنى إن الروح القدس بينبهني إن في مكان اسم القرية هي تسمى القرية ساعة تتميم النبوة ساعة أيام أشحية المكان ده مكانش موجود لكن النبوة بتتكلم عن كل الأماكن اللي هتعاصر الأحداث فكان فيه مكان مهم جدا أشحية عايز يتكلم عنه طيب والمكان ده مكانش موجود أيامها ملوش اسم أيامها لكن فيه لقب هيبقى مشهور بيه إيه اللقب ده؟ الحاصور يعني إيه؟ يعني القرية الله يعني ملاش ندور على بلد اسمها حاصور لكن تعالوا ندور على بلد اسمها إيه؟ اسمها القرية إيه المانع طب وهل فيه بلد في شبه الجزيرة العربية اسمها القرية مهمة جدا عشان تطلع عليها نبوة ده يعني بعد كده عندنا نبوة تفصيلية عن حاصور فيها كلام من أخطر ما يمكن يعني حاصور في النبوات مهمة جدا مش حاجة تفهى ده حاجة مهمة ما ينفعش حد يتكلم عن المملكة العربية السعودية أو شبه الجزيرة العربية في الأيام الأخيرة من غير ما يقول لي حاصورة يحصل لها إيه؟ يبقى مين هي حاصور دي؟ هي اللي بيسموها القرية وطبعا إحنا عارفين إن مفيش غير مكان واحد في شبه الجزيرة العربية اسمه القرية يعني يقول لنا كده تاريخ المستبصر ده كتاب يعني بيقول لنا تاريخ المستبصر عن مكة أن مكة هي المكان الوحيد الذي يسمى القرية يعني جمال الدين أبو الفتح اللي هو بيسموه الشايباني الدمشقي أو الشيخ المستبصر ده عنده كتاب مهم جدا في أول كتاب في الصفحة التانية الكتاب ده بتكلم عن في أول بيقول لك بيقول يعني بيقول وأما تسميتها بالقرية فقال الله عز وجل تمام قال الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة والقرية اسم لما يكتمع به جماعة كثيرة من الناس ده هو مش أنا اللي بقول أنا بقرأ لكم اللي كتبه وهذا اسم مأخوذ من الجميع يقال قرية الماء وبعد كده بيفصر جزور الكلمة جات منين إذن في التراث الإسلامي وإحنا عارفين كده يعني والرجل بيقول لنا هو دلوقتي إن الكلام ده مبني حتى على آيات من القرآن أن مكة هي القرية وهي البلد الوحيدة هي والمدينة اللي ممكن تتسمى باسم القرية الكلام ده موجود في كتاب تاريخ المستبصر للشايباني الدمشقي صفحة اتنين ويقوت الحموي الراجل بتاع معجم البلدان وده لازم نرجع له يعني دايما في أي بلد أرجع له أشوف في يقوت الحموي وبيقول إيه ده واحد عمل موسوعة عن أسماء كل البلاد اللي هو إدريس معها فجاب كلمة مكة فقال هي أم القرى مش بس القرية وإحنا عارفين الكلام ده بس أنا بقوله لكم بالمراجع علشان ما بيقاش بفتير يعني هي أم القرى وبيقول أم القرى أحد أسماء مكة وبعدين بيكمل بيقول قال نفطويه سميت بذلك لأنها أصل الأرض لأنها هي أصل الأرض وأصل الحضارة فسموها القرية أو أم القرى سميت مكة أم القرى لأنها أقدم القرى يعني أقدم المجتمعات في شبه جزيرة العرب وأعظمها خطرا ده الكلام بتاع مين؟ بتاع شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الرومي الحموي اللي عام الكتاب اسمه معجم البلدان طالع من دار صادر في بيروت الطبعة التانية سنة 95 الجزء الأول صفحة 255 فإذن وأقدر أقول لكم تاني يعني حتى دكتور عمر فروخ في الكتاب بتاعه بيقول في تاريخ الجاهلية يعني ده مهم جدا الكتاب ده عن تاريخ الجاهلية بيقول مكة مدينة قديمة من قبل الإسلام صحيح أن تاريخها بالنسبة لنا غامض هو بيقول كده ولكن كانت موجودة وكان اسمها وإن كان اسمها قد فقد دلالته اللغوية وإيه هو اسمها هي القرية ومرة نسميها مكة ومرة ثانية ببكة ممكن تتسمى كده وتتسمى كده هو الراجل قال إحنا مش عارفين الأسماء دي أنه فيهم الاسم الصح يعني ممكن من كلام عمر فروخ ده يكونش اسم مكة الأصلي لأنه هو قال قال إن الدلالة اللغوية والتاريخ غامض فوارد جدا يكون اسمها الأصلي هي القرية ثم اسم إضافي هو مكة أنا مش فرق معايا اسمها الأصلي مكة وتسمى بالقرية اسمها الأصلي القرية وتسمى بالمكة ده إشارة لنبوة عندي في نبوة بتقول أما الحاصور القرية فليها نبوة الأكتر من كده كمان عمر فروخ في الكتاب اللي أنا بقول لكم عليه اللي هو كتاب الجاهلية بيقول إن مش مكة الوحدها ويسرب أيضا التي هي المدينة تمام ينطبق عليها نفس الكلام ويقول كده مع أن تاريخها غامض أيضا فإن الأخبار التي وصلت إلينا من تاريخها القديم من إن كانت إنها أقدم من تاريخ مكة أوكي؟ وكانت في الأصل قرية زراعية سميت يسرب نسبة إلى التراب لأن التراب هو اليسرب وقال وكانت يسرب في أول عهودها بلد زراعي راسخ في الحضارة وكانت قرية إذن الكلام ده في نفس الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه يعني ممكن تبقى كلمة حاصور اللي احنا احتروا فيها مفسرين كتير اهلا بكم أحباء المشاهدين مرة تانية في برنامج أقوال النبوة وبندرس موضوع حساس لعندنا النبوة في 0R49 بتتكلم عن قدار وحاصور ولازم نعرف مين هي قدار ومين هي حاصور اعتقد ان احسن يعني افضل نظرية لغاية دلواتي احنا نقدر نعرفها ان قدار هي المنطقة المتقدمة المنطقة المدنية في السعودية اللي هي منطقة الوسط اللي بتشمل بتعبر عن بتشمل الرياض وشمالها القصيم وشمالها منطقة وادي سرحان ووادي الجوف اللي هي بالفعل بالفعل اسمها تاريخيا قدرون ودي المنطقة اللي فيها الصناعات والشركات والاعمال العظيمة وحكذا والحاصور هي المنطقة الغربية الغربية اللي هي قرب الحدود مع البحر الاحمر او قرب مصر ودي اسمها تاريخيا ارض الحجاز ارض الحجاز اللي اهم ما فيها مين اهم ما فيها مكة والمدينة عشان لو طلعنا شمال شوية نبقى دخلنا في تابوك اللي هي تيماء ولكن دي مش مشمولة فاذا لما نقول قدار وحاصور احنا بنتكلم عن اخطر جزء من السعودية الجزء المدني الحديث والجزء الديني الجزء اللي يعلق بالغرب والجزء اللي يعلق بالعالم الاسلامي دول مع بعض لهم نبوءة اسمها النبوءة على قدار وعلى حاصور انا كده بس بحاول نفهم النبوءة من الواقع علشان كل مطلعات ما تبقاش الغاز في ذهني فقدر افهمها وتجاوب معها واشبع بها يقول لنا الروح القدس بعد كده معلومة مهمة قدار وحاصور دي التي ضربها نبوء خزنصر ملك بابل وانا شايف انه اشكر الروح القدس بقوة انه كتب لنا الجملة دي ليه انت عارفين ان في مفسرين كتير حساسين من حكاية ان النبوءة ما تمتش بيقلق فبيدور على اي حاجة في الماضي ويقول اه تمت يوم كذا المنطقة دي عمرها ما تضربت غير مرة واحدة في التاريخ مرة واحدة في التاريخ ضربها نبوء خزنصر تمام فالروح القدس علشان يريحنا من دلوقتي يقول احسن حد يجي يقول ان النبوءة دي المقصود بيها ضرب نبوء خزنصر لهذه المنطقة انا بكلمكم عن المنطقة اللي اتضربت من نبوء خزنصر اللي اتضربت من نبوء خزنصر اذا مستحيل الا اذا كان في حد لا يؤمن بقى بالكتاب حد يقول لي ان النبوءة دي عن ضرب نبوء خزنصر لمنطقة شبه الجزيرة العربية لا ده الروح القدس بيقول هي نفس المنطقة اللي اتضربت زمان انا بقول لكم نبوء عليها في سبب تاني طبعا هنعرفه بعد شوية تمام أن نبوخز نصر في الأيام الأخيرة مملكة بابل في الأيام الأخيرة هيباليها دور فالروح القدس بيربط الحدثين أن مملكة بابل نبوخز نصر كان ملك حاجة اسمها بابل بابل اللي هي جنوب العراق اللي هي عاصمتها بالزبط بغداد المنطقة دي هي دي ضربت قبل كده زمان السعودية أيام نبوخز نصر وهنعرف هيحصل إيه تاني في المستقبل لما لي جن اللي بقول نبوخز نصر ضرب بالفعل المنطقة دي وضربها مرتين كمان بس ليه الضربة دي مهمة يعني ليه حاجة كده مهمة وتستاهل تاريخيا على قلة التقال أقول لكم القصة يعني نبوخز نصر ملك بابل قبل بابل قبل بابل كان فيه مملكة أشور مملكة أشور كانت بتكره شبه الجزيرة العربية ما قدرتش تغزوها ولكن كان بتكرهها كان المنافس بتاعهم بابل يعني بابل كان العدو التقليدي الأشور وشبه الجزيرة العربية خايفة أو الآن من أشور فتحلفت مع بابل ضد أشور فلما مرت الأيام بابل قدرت تهزم أشور وتسقط نينوة يعني سنة 612 قبل الميلاد سقطت نينوة تمام؟ في اللحظة دي بقى من أقرب أصدقاء بابل؟ العرب تشيء طبيعي لأنه وقفوا معاهم لما كانوا بيحربوا في أشور فما كانش متوقع أبدا أن نبوخز نصر يضرب العرب وفعلا لأنهم كانوا حلفاء وبيسهلوا عملية التجارة ولكن كتب التاريخ مش قادرة تفسر إيه اللي حصل بتقول إن فجأة نبوخز نصر جيب مجموعة جيوش وضرب قبائل قدار فعلا ضرب قدار وتيماء ضرب المنطقة دي وشمال حصور ضربها فعلا ومش عارفين لغاية دلوقتي سبب الضربة دي لإيه الغريب إن نبوخز نصر أيامها طبعا يعني ضرب الأماكن دي وقال لهم يعني ضيق عليهم التجارة بتاعتهم وقال التجارة تقوم بيها الددانيين وده إد فرصة للددانيين إنهم يطلعوا بقى ويبقوا قادة القوافل التجارية في هذه المنطقة بمساعدة نبوخز نصر عشان كده القصة دي بتتحكي لإنها غريبة نبوخز نصر ضرب حلفاءه مش عارفين ليه لكن بالتأكيد الضربة دي مش هي المقصودة بالنبوة لإن النبوة بتقول اللي الضرب هيحصل له الكلام اللي إحنا بنقوله طيب فجأة وفي عصر نبوخز نصر والضربة وبدأت قدار تفقد جزء من تفقد جزء من قوتها التجارية هي وتيماء وبدأوا يخدموا على التجارة طبعا ده أثر على إن بلاد ددان وبلاد اليمن تبقى هي اللي بتقود حركة التجارة في المنطقة دي وده تكرار اللي بيحصل دلوقتي إن فجأة فجأة برضو طلعت لنا دول خالجية معينة من كم سنة بدأت تتحول إلى قمة وعاصمة التجارة والبيزنس وحركة الأموال في الشرق الأوسط وفي تلتربع العالم أو نص العالم على الأقل زي دبي وزي قطر وزي ما هي دي ددان يعني حركة التاريخ وكأنها بتقود نفسها والغريب إن هذا الصعود المفاجئ كان مرتبط بتغيرات معينة حصلت في العراق يعني أنا مش بقول يعني أنا بس بقول بشوفوا زي الأمور متربطة ببعض زي ما زمان نفس الكلام حصل برضو مرتبط بالعراق نرجع للنبوة من غير ما نخرج برة سياقها كتير يقول قوموا الروح القدس يقول قوموا اسعدوا إلى قدار اخربوا بني المشرق قوموا اسعدوا إلى قدار بيكلم مين ما نعرفش زي برضو في أشعية 21 بيكلم مين ما نعرفش يعني مين العدو السيف المسلول والقوس المجدودة ومين دول ما نعرفش إحنا خمنا خمنا إنهم إيران في النبوة دي برضو ما نعرفش بس في النبوة اللي بعدها بقى هنبدأ نعرف بعض الملامح اللي تخليني أتأكد من استنتاجاتنا لكن لغاية دلوقتي على قال إحنا مش عارفين بيكلم مين إحنا فاهمين إن غالبا دي إيران يعني مملكة فارس القديمة والعلميين اللي هم جزء من إيران طيب بيقول قوموا اسعدوا إلى قدار وإخربوا بني المشرق دي الجديدة بقى إخربوا بني المشرق في النبوة اللي فاتت عرفنا إن كل مجد قدار خلص فنى وقلنا إن مجد قدار ده هي ممتلكات هي أموال هي أرصدة هي زهب هي كل الحاجات اللي بتفتخر بيها المملكة العربية السعودية أو شبه الجزيرة العربية هنا بقى النبوة مش للسلب ولكن للخراب يعني مطلوب خراب لهذه الأرض بالذات لقدار سيبكو حصور حصور دلوقتي هيتكلم عنها بعد شوية وهناخد عنها نبوة الوحدة فلكن المنطقة اللي فيها الرياض لغاية الشمال لغاية حدود الأردن المنطقة اللي فيها أهم المنشآت والأعمال التجارية والصناعية وكل اللي اتصرف عليه المليارات في خلال الاربعين سنة الأخيرة خربوها مش انهبوها خربوها بانو المشرق كلمة بانو المشرق بالمناسبة في الكتاب المقدس هي شبه الجزيرة العربية بصفة عام ودي بدأنا نسمع عنها من أيام أبونا إبراهيم لو انتوا فاكرين أبونا إبراهيم لما جيه يصرف أولاد قطورة يعني إيه أبونا إبراهيم الأول صرف إسماعيل هو وهاجر قال لهم اتكروا الله وبقى عنده إسحاق بعد شوية جوز واحدة اسمها قطورة وخلف تمام أولاد قطورة دولة إبراهيم خافلة دولة يزحموا إسحاق ويديقوا فالكتاب بيقول لنا إنه هو جابهم ويقول أعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له يعني أهم ممتلكاته قال دي بتاعت إسحاق أما بانو السراري اللي هي زي قطورة يعني أعطاهم عطايا يعني مش ميراس لكن عطايا طبعا ملك كبير زي إبراهيم العطايا دي مش قليلا يعني وصرفهم عن إسحاق قال لهم بصهم أنا عايزكوا تبعدوا إلى أقصى درجة طب نروح فين يا أبونا إبراهيم قال روحوا شرقا إلى أرض المشرق اللي هي شبه الجزيرة العربية مكتوب كده في سفر التكوين تكوين 25 عدد 6 صرفهم شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي يعني كان عايزي تأكد أنهم راحوا وقعدوا واستقروا وعملوا شعب وقبائل وعايشوا هناك إذن دي بأت اسمها كده إيه بانوا المشرق نسمع عنها كتير في الكتاب يعني بانوا المشرق دي نسمع عنها في تكوين 9 عدد وفي قضاء 6 نسمع عن بانوا المشرق في ملوك حتى في ملاخي يعني في ملاخي بيتكلم عن وفي سفر أيوب طبعا أن أيوب كان من عرب باني المشرق إذن باني المشرق يعني كل شبه الجزيرة العربية قد تعني كل شبه جزيرة عربية وقد تعني أهم نقطة أهم منطقة مالية ومدنية في المملكة العربية السعودية المطلوب لها إيه؟ المطلوب لها الخراب قوموا اخربوا بني المشرق وزي ما هنعرف من البواد تاني أن يحصل خراب غير عادي في الغالب أن هم دول الإيرانيين لأن الدولة الوحيدة حتى المفسرين القدماء يعني يقولوا أن البابليين هم المقصودين بهذه المخاطبة يعني معظم المفسرين القدماء يقولوا أن المقصود بها مملكة بابل ومملكة بابل في الأيام اللي احنا عايشينها دي اللي هي الدولة الشيعية الدولة الشيعية اللي جنوب العراق وفي النبوة الجاية هيبى فيه كمان مؤشر هيقول لنا طيب النبوة كده يعني شبه بتكتمل قدامنا علشان كده لازم نكون عارفين ملخصها يعني أو اللي هيحصل فيها إيه فيه سلب؟ آه فيه سلب بس السلب ده هيجي أولا مش لقدار ده الباقي العربية السعودية أو باقي الدول اللي موجودة ما الشبك زي العربية سبع دول والكتاب بيقول بعد ما يحصل خراب لقدار ياخدوا خيامهم ياخدوا خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم كلمة شقق دي وأنا عارف أن بعض الناس بيقولوا عن الشقق هي الستائر لا يعني الكلمة تعني هذا الخيمة زمان كان ممكن جسم الخيمة يبوز عايزين بالذات لما يبقى فيه مطر وممكن المطر لما ينزل الخيمة من القماش فالمطر ينزل جوه اللي جوه الخيمة وما يحبوش يغيروا جسم الخيمة من القماش لأن في الحر لو عملوه مادة تانية هيتحرقوا جوه فلازم القماش يبقى كويس يعني اللي هو الوبر يعني فكانوا بيعملوا ايه؟ ينصبوا الخيمة لما بفيه مطر ويحطوا فوق الخيمة غطاء إضافي من الجلد كان بيبقى جلد الماعز أو جلد الأبقار الأسود يعني جلد معز أسود وكانوا أهل القدار بالذات شطار في العملية دي فكانوا بيحطوا الجلد الأسود ده يغطوا بيء الخيمة بتاعتهم الجلد ده الوحده اسمه الشقق دي قطع من الجلد كبيرة متوصلة ببعض تتحط فوق الخيمة تحمي الخيمة من الماء فلما كنت تبص الله من زمان من بعيد كنت تتلاقيها سودة يعني تلاقي الخيم سودة 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 بسبب الجلد ده زي وكانوا بيضروا بيها المثل في الكتاب كخيام قدار يعني من الشكل ده الحاجات اللي هي بتحمي البيوت اللي بتحمي البيوت هاتتتاخد كلها وكل آنياتهم وجمالهم وينادون إليها الخوف الخوف من كل جانب وانا الجملة دي هناخدها لوحدها يعني بس دلوقتي نخلص بس الممتلكات دي إذن المقصود بيها طبعا مش الجمال بس يعني مش الجمال والغنم والشقق وكده بس موضوع مقصود بيها كل ممتلكات العرب إذن في الجزء الأولاني بتتعرض لتخريب والجزء الثاني بتتعرض لنهب لنهب وأنا شخصيا شايف إن ده رمز يعني الكلام ده رمز إلى البترول إلى حاجتين بترول وأراضي يعني كل حروب العرب الحديثة قامت بسبب البترول حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية كل الحروب تمت بسبب البترول عملية عصفة السحرات حرير الكويت حتى غزو صدام للكويت كل ده كانت بتدور حوالين ممتلك عنصر أساسي يمتلكه العرب ما هو؟ مش الجميع في القرن الواحد والعشرين هيبقى البترول ويصير البترول اللي كان سبب نعمة للعرب في بداية القرن العشرين أو في منتصف القرن العشرين هيبى سبب نقمة عليهم في منتصف أو في بدايات القرن الواحد والعشرين هناخد أحباء المشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة وحلقة فيها حاجة جديدة طبعا من برنامج أقوال النبوة وإحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن إيه اللي هيحصل لشعب قدار وممالك حصور في أثناء الأزمة اللي بندرسها في أرمية تسعة واربعين وقفنا عندي تعبير وأنا قلتلكو ده مهم جدا وهختم به الحلقة وهنقل منه على المعنى الروحي لأنه أعتقد أنه هو إضافة نبوية لنا يقول الكتاب وينادون إليهم ينادون إليهم الخوف من كل جانب يعني إيه أولا تعبير الخوف من كل جانب ده تعبير بتاع أرمية النبي يعني قالوا قبل كده موجود في أرمية تلاتين وتعبير هو صحيح مش سهل يعني هو بالعبري ماجور مسابيب ماجور مسابيب الخوف من كل جانب مش مهم العبري يعني المهم بس نفهم ما معنى الكلام العبري ده ولما نقرأ كده معناه ده شعار للحرب يعني وكأن الدنيا بتتقلب ودول بتضرب وناس بتهرب ولاجئين المملكة العربية السعودية تحولت إلى لاجئين هي ودول خليج ويحصل بقى إيه في شعار بيتردد في الإعلام المضاد إيه الخوف من كل جانب أنا بصراحة مش فهم يعني إيه الخوف من كل جانب يعني مش قادرة أتخيل أن برامج تلفزيونية طلعة والجزيرة طلعة والعربية طلعة وبتقول نحن هنا نتعرض للخوف من كل جانب يعني إيه فأنا عايز عايز أتمنى أن أنا أرجع للترجمات وأرجع للنص الأصلي كمان أدق ترجمة في الإنجليزي وإحنا دايماً بنجيب إسرتها هي النيو انترناشنال فيرجن أو الـ NIV ودي ترجمة حديثة ودقيقة أكثر الترجمات الإنجليزية دقة تمام الترجمة دي قالت يعني قالت إيه على الجملة دي قالت يطلقون عليهم من كل جانب الإرهاب يطلقون على العرب من كل جانب دربات الإرهاب دي يعني خلي بالكم أنا أتكلم عن دي الترجمة كتب كده people will shout to them terror on every side فإذن الفكرة أن في إرهاب من كل ناحية آه كده بقى الموضوع يختلف لما يبقى خوف رغم أنه خوف قريبة من الإرهاب وإحنا هندي الآن الكلمة بالعبرية معناها إيه لكن فجأة بقى يبقى في حملة المملكة العربية السعودية تتعرض من الإرهاب من كل ناحية من على كل الحدود ونبدأ نسمع الكلام ده في التلفزيون كتير زي ما بنسمعه مثلا حاليا في مصر أو في أي دولة بتتعرض يعني فيه ضربات إرهابية تتعرض شبه الجزيرة العربية مش بس المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية تعرض إلى موجات من الإرهاب يعني ودخل بالكم ومساعة ما قرمية النبي كتب الكلام ده ما كانش فيه حاجة اسمها إرهاب لكن هو استخدم الكلمة دي وفي النيو ليفنج ترانسليشن بيقول نفس الكلام بيقول هيصرخون إننا نتعرض للإرهاب من كل جانب يعني من كل ناحية كده بيحصل لنا إرهاب دي الترجمات طيب الكلمة العبري يعني إيه كلمة الخوف اللي هنا يعني هنا كلمة الخوف من كل ناحية بالعبري إيه بالعبري ماجور طيب ماجور يعني إيه يعني تيرور يعني لو حطيت الكلمة دي في القموس حتطلع لك كلمة تيرور يعني أسهل ما يمكن وكأنه بس طبعا الناس اللي ترجموا الترجمة بتاعتنا كانت ترخرهم من ما يقرب من 300 سنة استخدموا كلمة الخوف لأنها كانت الكلمة المشهورة المفهومة لو استخدم الإرهاب ساعتها احتمال بعض الناس ما كانوش يعرفوا ما المقصود بالإرهاب لكن إحنا دلوقتي بقينا خبراء في الإرهاب يعني 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 خلال العشرين تلاتين سنة الأخيرة إدوا لأي حد مصري أو عربي خبرة في الإرهاب تخليه يفهم كواس جدا ما معنى الإرهاب إذن هيبقى فيه صياح بقى فيه إرهاب بتتعرض لي شبه الجذيرة العربية وبعدين بقى الوحي ما بيقولش إن شبه الجذيرة العربية تعرض لإرهاب ما قالش كده ما هو مصر بتتعرض لإرهاب لا دال إيه شبه الجذيرة العربية تتعرض لإرهاب من كل ناحية من كل ناحية وده اللي خلينا نقلق ليه نقلق؟ لإن إحنا شايفين دلوقتي على أرض الواقع فيه كماشة بتتنصب أوكي وأنا هقول لكم إيه هيا الكماشة إذن هل هو هذا أم ننتظر آخر؟ وإذا كان هو ده هذا بيتجاهز يبقى خلاص يبقى المسيح على الأبواب أقلق كل واحد بقى مش مستعد يا جماعة يلحق بسرعة يستعد من الجنوب الحوثيين يعني لو بصينا على الخريطة من الجنوب الحوثيين في اليمن وما أدراكم الحوثيين دول شيعة وما أدراكم الشيعة ومن الشمال من ناحية الغرب حزب الله حزب الله في لبنان إيده طيلة موجودة في الحتة دي ودول إيه دول شيعة وهم أساتذة الإرهاب وشرقهم في تنظيم حماس يعني جرانه وحماس ريحم الشيعة ولكن حماس هو الإبن المدلن لإيران هو أداة إيرانية وتدريب إيراني وتسليح إيراني إذا كانت إيران بتستخدم حماس أو يقال إنها استخدمت حماس في توجيه بعض المناوشات لمصر خلال الأربع سنين الأخيرة فما بالكو في معركتها الكبرى مع السعودية يعني عندنا الحوثيين وعندنا حماس وبعد كده لو مشينا شوية كده هنلاقي حزب الله وبعدين لو التفدنا بقى للشمال كله الشمام الشرقي هنلاقي المصيبة الكبرى إيه هي المصيبة الكبرى؟ مملكة بابل إيه هي مملكة بابل؟ الدولة الشيعية اللي تقريبا بدأت تستقر وتنفصل في جنوب العراق ودي بقى الحدود الكبيرة مع السعودية اللي هو الرئيس بتاعها الشيعي والشعب بتاعها الشيعي والسنة في العراق بيطلعوا الفوق ناحية المنطقة اللي كانت عندي داعش والأكراد طبعا عايشين حياتهم لوحدهم والعراق اتقسمت عمليا كده اتقسمت إلى ثلاث دول الدولة السنية الكبيرة اللي هي دي هتبقى متاجهة ناحية سوريا الدولة الشيعية الضخمة في الجنوب على حدود السعودية ده مين اللي بيسيطر عليها حاليا على جيشها وعلى حكومتها وعلى الرئيس بتاعها مين اللي بيسيطر عليها؟ ايران ومتدربين على اعمال الارهاب بسبب التفجيرات المتبادلة بين السنة والشيعة في العراق فاذا يعني عملين نلفه هوا مع قارب الساعة نلاقي في حصار بيحصل طيب من ناحية الشر هو بس كده الخليج الفارسي ولا الخليج العربي وده يعبر في نص ساعة بقوارب بسيطة يعني مش حاجة مش طيرات يعني تمام؟ نلاقي مين؟ ايران نفسها ونلاقي ايران كمان مش بس ايران نفسها والمناطق النووية في ايران اللي هي منطقة علام اللي هي اخطر منطقة بتتجهز لضرب شبه الجزيرة العربية اذا وبعدين برضو في النص كده ما يخلوش الجو من شوية في البحرين شيعة شوية في المنطقة الشرقية للسعودية نفسها شيعة يعملوا شوية قلاقل اذا الكماشة بتتنصب بالذات بعد بالذات بعد موضوع الحسيين لانها قفلت الجنوب كده خلاص؟ يبقى مش باقي غير منفذ واحد وهو مصر من ناحية الغرب عشان كده هيبقى فيه هجوم ولاجئين على مصر هجوم بمعنى هجوم لجوء مش هجوم عسكري يعني الكماشة دي اللي بتتنصب حوالين الشفر الجزيرة العربية او حوالين السعودية هو اللي تقال عنها بالنبوة خوف من كل جانب او ارهاب من كل جانب لان كل اللي انا عم اقوله دولا دول اسادزة في الارهاب دول ناس بيعدوا علشان يبقوا ارهابيين تمام؟ يعني الحرس السوري الايراني بيدرب كل دول على اعمال الارهاب جنوب لبنان حماس في غزة الحسيين في اليمن كل دول والعراقيين فكل دول يعتبروا من كل جانب بالفعل اذا عندي نبوة ده انا عايز اضيف لكم حاجة كمان خطيرة جدا حتى سوريا رغم انها بعيدة شوية في الشمال مش بعيدة لكن هي بس مش حدود مباشرة لكن حتى سوريا دلوقتي العلويين اللي في السوري بسبب الضربات بتاعت الاخوان المسلمين واللي معاهم الغرب في ايام اوباما بقى العلويين في سوريا اللي هو بياقوتهم الرئيس الاسد بقوا دلوقتي تحت سيطرة الجيش الايراني لان هم هم مش شيعة ولكن هم يعني قريبين جدا من الشيعة يعتبروا احدى طواقف الشيعة زي الحسيين كده بالزبط تمام؟ فبقى في جيش ايراني في سوريا وجيش ايراني في لبنان وجيش ايراني في غزة وجيش ايراني في العراق وجيش ايراني في اليمن جنوبا اذا بقى فيه من كل جانب فعلا اعطف لكم حاجة كمان التحالف اللي احنا سمعنا عنه اخيرا بين ايران وقطر ده يقلق جدا لان ايران لو دخلت قطر بجنودها تحت شعار الغباء السياسي القطري انه يحمي نفسه من العرب مش هتخرج تان اذا هنا بقى تبقى دخلت القوات الايرانية الشيعية الى الاراضي بتاعة شبه الجزيرة العربية صحيح احتمال مصر مش هترضى ولكن انا بس بقولكم حاجات تقلق ده معناه ان فيه كماشة فيه حصار بيتم الكتاب اتكلم ده اللي يهمني بقى ان الكتاب اتكلم قال خوف من كل جانب هو ده ولا نستنى تاني انا مش فرق معايا انا اللي فرق معايا هو ان انا اشبع بالنبوة وفهمتها وبعدين اقول يا رب اذا كانت هو انا مبسوط لو مش هي وما له هستنى تاني ولكن ولكن هذه النبوة بالطريقة دي اللي بتؤدي الى ان اغنى دول الشرق الاوسط اغنى انا مش عايز اقول اغنى دول العالم لانه كاغنى كفلوس اه اعلى مستوى دخل في العالم في الامارات وقطر اعلى مستوى دخل في العالم اعلى من اوروبا فلوس لا حدودة لها تمام اذا كانوا دول هيجي لهم خراب طب انا موقفي ايه هنا بقى اخد الايات اللي احنا درسناها كنبوات دي واقول هل الايات دي لها رسالة ليا وانا هستأذنكم في الكام دي ايها دي لانها مهمة جدا بصوا يا جمعا اللي احنا شفناه دو نبوة عن خراب شبه جزيرة العرب او نبوة عن خراب ارض الظلمة بحسب الكلمة واحنا فسرنا بكده ان كلمة العرب بتعني الظلام بتعني الظلمة وتعني الخليط الاراميين لما سموهم عرب يعني الاراميين هم اول ناس اطلقوا على الناس دي عرب ليه عرب لان منهمش اصل كلهم ما اصدش اصل حاجة وحش اصل يعني ليهم كذا اصل يعني خليط من شعوب مختلفة زي ما شرحنا في حلقة سابقة والكلمة نفسها بتاعني ظلمة كمان فليها معنى التورية اذا نحن النبوة تتحدث عن ايه عن خراب مملكة الظلمة خراب مملكة الظلمة والكلام ده يلمس معانا الجرس يضرب فيه ازهان نجامد جدا يا على الاية الرائعة جدا في مزمور تسعة الاية ستة مزمور تسعة ستة تقول ايه مزمور تسعة العدو مش مش السعودية انا مش فارقة معايا السعودية ده 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 ياما ممالك خربت والكتاب ما تكلمش عنها لكن لما يبقى خراب مملكة بصفات معينة رمز الحاجة معينة يروح الكتاب يكتبها في الواحد مش تكريما للسعودية ولا اهمالا للسعودية ولكن الرمز هو الاساس يعني الاف من القصص حصلت في التاريخ داود النبي كان عنده في حياته قصص كتيرة جدا ما تكتبتش ليه ما تكتبتش لانها مش مهمة ليه ما لهاش رمز ما لهاش علاقة بالملكوت لكن فيه كم قصة تكتبوا اه دولة بقى مهمين لان ليهم معاني خاصة مرتبطة بالملكوت ده هنتعامل مع الكتاب كده طيب اللي حصل في السعودية ده معنا ايه يا سلام هي دي النبوة هي دا الرمز اللي ايه العدو تم خرابه إلى الأبد وزي ما هنقرأ في النص التاني من النبوة انه الخراب ده أبدي للبلد دي مش هيحصل لها ريستوريشن يعني مصر هتتعرض لضربات لكن هتتعرض لإحياء لكن الأرض دي مش تتعرض لإحياء دي أرض ظلمة بترمز إلى ايه بترمز إلى إجليس وده اللي ربنا عايزني أعرفه النهاردة أن إبليس تم خرابه إلى الأبد وغدمت مدنا بعد ذكره نفسه يعني بس اللي يهمني هو الجزء الأولين من الآية العدو تم خرابه نحفظ الآية دي ونكررها على طول كل ما نفتكر السعودية مش نفتخر أو نفرح أنا عارف أن المصريين عانوا كتير من دول الخليج من دول شبه جزيرة عربية من السعودية ففي حساسية مسلمين ومسيحيين بالمناسبة في حساسية تجاه هذه المنطقة اللي بتعاملنا باستعلاء رغم أن هم كانوا إخوة لنا ورفقاء في أوقات كتيرة جدا أنا أوعو الأوعو دي حرب إبليسية أوعو يبقى هو ده التفكير اللي جواكم لكن التفكير اللي جواكم يبقى إيه يبقى مجدا لله لأن الكتاب عادي يذكرني باللي قاله المرنم في مزمور تسعة أن العدو تم خرابه وفي رسائل لي يعني في رسائل لي لو أنا ساكن في السعودية دلوقتي وأنا مؤمن أو لو لي حد قريبي في السعودية أو في قطر أو في الإمارات أو في الكويت طيب لو أنا كمان في مصر وقال أنا عن نفسي من اللي بيحصل دو أو لي أعمال مرتبطة بالمنطقة دي أنا عندي وعود يعني عندي وعدين وعدين مهمين جدا ليهم علاقة بالكلام دو ربنا لما قال لنا القصة دي قال لنا أمور أخرى إيه قال لنا إيه في أمثال تلاتة يقول إيه لا تخشى من خوف باغت مش من كابن ربنا إنك تعولهم وتخاف من خوف باغت من إرهاب باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء لا تخشى اوعد خاف من خراب الأشرار إذا جاء على المستوى الروحي وعلى المستوى التطبيقي يعني أنا مش من حقي أخاف على نفسي على بيتي على ممتلكاتي على مستقبلي من خراب الأشرار إذا جاء أمثال تلاتة خمسة وعشرين ده وعد مهم جدا بوصية يعني في وعد يعني وصية بتحتوي جواها وعد مرة تاني في وعد تاني في أيوب خمسة بيقول إيه من صوت اللسان تختبئ فلا تخاف من الخراب إذا جاء يعني من صوت اللسان تختبئ يعني الله هيخبيك من الحرب الكلامية دي مش مهم المهمة اللي جاية بقى فلا تخاف من الخراب إذا جاء تضحك شوفوا بقى يعني في الأمثال قال لي ما تخافش في أيوب بقى لا مش كفاية أنك ما تخافش تضحك على الخراب تمام ولا تخشى وحوش الأرض الآية بتكمل بتقول ولا تخشى وحوش الأرض أنت يا ربنا هيدي لك ساعتها أنك تضحك أنك تبقى مبسوط أنك تبقى مبتسم أنك مليان فرح طيب لكن لي كمان دور أنا بكمل لكم بس المنظومة الروحية اللي حوالين الفكرة دي التطبيقية لا بد أن أشترك مع الرب في تخريب مملكة العدو أنا مش بتكلم عن مملكة المملكة العربية السعودية أنا بتكلم عن مملكة العدو قد يكون لها قد يكون لها أتباع ممالك مادية مش بقول لكم روحوا أحملوا حسلاح ممنوع طبعا لكن أنا تركيزي على خراب العدو فاكرين قصة عاي قصة عاي الشهيرة عاي رمز آخر في الكتاب المقدس دي قرية واسمها قرية برضو في سفر يشوع في قصة مشهورة في صحة 8 والقرية دي رمز المملكة إبليس التي تمارس الانتصار على ولاد الله يعني عندما يختبر أبناء الله أحيانا الهزيمة من جهة ما هي دي عاي ربنا قال إيه احرقوا عاي اجعلوها تلا أبديا